نظمت مؤسسة حياة كريمة فعليات أنت الحياة بقرية أبو طحون بمركز أولاد سقر في محافظة الشقية وهي إحدى أهم المبادرات التي تطلقها حياة كريمة بصفة دورية وشهدت القافلة عددا من الفعليات على رأسها قافلة طبية مجانية لكافة تخصصات بالإضافة إلى ورش أطلقها المجلس القومي للمرأة وشاملت خدمة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالقرية شاملت الفعليات أيضا مشاركة الشباب ورياضة في أنشطة رياضية بينما شهدت المبادرة أنشطة ثقافية للأطفال بمشاركة هيئة قصور الثقافة بالشرقية بنقدم خدمة متكاملة سواء كانت على المستوى الطبي أو على المستوى الترفيهي أو حتى على المستوى التوعوي والتصريفي اللي بتقدمه وزارة الثقافة وبتعاون مع وزارة الشباب ورياضة برضو في الأنشطة المقدمة للأطفال عندنا صدوق مكافحة المقدرات وعلاج الإدمان بيقدم جلسات توعية للأطفال والشباب بمختلف أعمارهم عندنا برضو النهاردة طلعنا عدد كبير جداً من البطائق للسيدات المتواجدات في الفعلية المسرح العرائس اللي بيقدم حفلات ترفيهية ده دور مؤسس حقيقة كريمة دايماً إنها بتبص على الكرة الأكثر يحتياجاً وتقدم لهم خدمات مستمرة دورنا النهاردة تنظيمي بالنظم الناس زي تستفيد من كل الحياة المبادرة للمبادرة ومبادرة متكاملة فيها كوافل طبية فيها سجل مدني فيها حاجات ترفيهي للأطول فيها حاجات ثقافية فيها كمان يعني التوعية عن المخدرات فيها حاجات كتيرة جداً مبادرة متكاملة أهل يستفدوا بيها فدت الناس كتير هنا وكمان السجل المدني والحياة الطبية كلها ما شاء الله فدت السيدات بالذات الكشف على أورام السادي والحاجات الكتيرة وفيه أدوية متوفرة فيه كل حاجة والنجس كتنشانة مبسوطة ومستفادة بكل حاجة من المبادرة أنا جاي مع ابني يتعلم ويشوف الألعاب والبرامج الموجودة ويتعلم منها حاجة كويسة موسيقى 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 موسيقى